قام أعضاء البعتة الطبية المصرية بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للإتمئنان على صحة الحجاج المصريين والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم هذا ووصل عدد الحجاج المصريين للمستشفيات إلى 48 حالة مرضية حالتهم مستقرة في إطار الوقوف على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين يطلقون العلاج بالمستشفيات السعودية قام أعضاء البعصة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات المنوم بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين بمكة المكرمة للإتمئنان عليها والتعرف على حالتها الصحية وطبيعة الخدمة المقدمة لهم والذي وصل عددهم إلى 48 حالة مرضية تطلق العلاج على مدار الساعة العدد المنومين في المستشفيات وصل إلى 48 بعد خروج حوالي 3 حالات بالأمس وإن شاء الله بإذن الله نحن النهاردة كنا على وفد من البعصة الطبية برئاسة مصرد وزير الصحة للإتمئنان على المرضى والمنومين في المستشفى النور نحن عندنا النهاردة في 8 حالات متنومة في المستشفى تم الزيارة والإتمئنان عليهم الحمد لله في ثلاثة في الأي سيو في العنان المركزة وفي خمسة في الأجنحة وإن شاء الله هم حالته مستقرة جميعا بإذن الله إن شاء الله وفريق المستشفيات على متواصل بمرور على الإتمئنان على جميع الحالات بصفة مستمرة بصفة دورية إن شاء الله الخمس حالات في حالتين بطنة وفي حالة أزوم وفي حالتين جراحة مخوة أصاب بالنسبة للحالات الرعاية في حالة في الرعاية المركزة بطنة وفي حالتين رعاية قلب الحالات المرضية من الحجاج المصريين يطلقون العلاج اللازم من خلال الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية وذلك بالتنصيك التام على مدار الساعة بالفرق الطبية التابعة للبعثة الطبية المصرية نشكر للبعثة المصرية حرصهم وزيارتهم ومتابعتهم واهتمامهم لمرضاهم الذي ليس مستغرب من الأشقاء في مصر الحمد لله لدينا في المستشفى 14 حاج مصري يتلقون الرعاية الطبية الحمد لله على أعلى معيار بأمر الله وبحول الله وقوة جميع الحالات في حالة تحسن إن شاء الله ونراهم قريبا الحمد لله يرجعون إلى بلادهم ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي تقدم لهم بالمستشفيات السعودية والدعم الذي يقدم من قبل أعضاء البعثة الطبية المصرية لهم على مدار الساعة شكرا للبعثة جدا لهم حمل البعثة كلها كويسة حمد لله ربنا بارك فيك يا سيدي ربنا بارك فيك قوارين الدنيا والله بعثة مصر حاجة كبيرة جدا جدا عندنا الحمد لله ربنا يكرمكم ربنا يكرمكم يا رب شكرا لحضراتكم والاهتمامكم معانا والله اهتمام كبير جدا كده يعني مشاء الله حس ماشي يبزقها خل ربنا اديه وصح ويكروب شر المارك الحمد لله تلعت عرفات رمية الجامعرات وجيت هنا ان شاء الله وبإذن الله يعني هروح هطوف واسها ان شاء الله بكرة بإذن الله بإذن الله تعالى بإذن الله بارك الله فيكم كفاية وجودكم يعني مشرفتونا ونورتونا بارك الله فيكم الكل هنا على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات لعلاجية الطارئة وتدخلات الجراحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين فالكل في صراعا مع الزمن لتحقيق الشفاء التام لهم وعودة مسالمين غانمين لأرض الوطن محمد حلمي التلفزيون المصري